اشتركوا في القناة مع ان التحليل اليوم انا بعرف من الاركيولوجي كربون 14 اللي هو تقريبا لحد 10 تلاف ل 14 ألف سنة ده الماكس هم مش بيعتمدوا على كربون 14 دلوقتي بيعتمدوا على حاجات تانية اسمها بوتاسيوم أرجون ويورينيوم لاد بس دي الايزوتوبس او المواد المشاعة خليها على جنب دلوقتي عشان نتكلم عن الديناصورات بسرعة بيقولوا الديناصورات ظهرت من 240 مليون سنة ازاي ظهرت ما نعرفش كيف وصلوا لهذا الرقم انا عايزك تسألهم السؤال ده طبعا فيه اعراء كتيرة جدا بس انا مش عايزة ادخل فيها دلوقتي لكن عايزة اقوليك الفكرة ماشية ازاي وبيقولك انها اندسرت من 65 مليون سنة وبيقولك ان الديناصورات تحولت الى طيور فالديناصور بالجسم المعقد ده اتكونت له اجنحة وابتدى يطير طبعا ده بيولوجيكا ليفيها مشاكل كتيرة قوي في الاحياء ازاي يتغير الجهاز العصبي بتاعه ازاي يتغير جهاز التنفسي بتاعه وازاي الجلد بتاعه يتحول الحرفيش اللي عليه تتحول الى ريش وتتحول الى اجنحة دي عايزة تغيرات جينية عملاقة جدا لكن للأسف تروح تزور مدحف منيتوبا مثلا يولوك طائر ويقولك ده من سلالات الديناصورات طبعا ده كلام عليه نقاش علمي كبير قوي ارجع تاني للديناصورات قالوا اني من 65 مليون سنة اختفت اندسرت في واحدة علمة بتعمل دراسات على الحفريات بتاع الديناصور لقيت خلايا دم حمرة ولقيت انسجة طرية الانسجة طرية ما تعيش في ملايين السنين تعيش الاف السنين بس هذا شيء حديث حديث طبعا وعندي طبعا الفيديو بتاعه والناس تقدر تشوف ده على اليوتيوب اسمها ميري تشوارتس اللي عايز يتابع الموضوع فهيبصي لاقي ان هي قالت ازاي بقى فيه حاجات انسجة حية وكرات دم حمرة فقالت ضروري في بكتيريا خلتها تعيش ملايين السنين ومش عايزة تقبل ان تغير فكرة ملايين السنين تقول دي عمرها الاف السنين ففيه ادلة كتير قوي على صغر حجم الزمن المطلوب للحفريات